ربما يكون من الصعب على روسيا منفردة أن تقلل من هيمنة الدولار ربما يكون كذلك من الصعب على الصين منفردة إنما تجمع بريكسي برأيك هل يهدد فعلا سطوة الدولار على العالم؟ لا أعتقد ذلك هناك بعض الأمور التي تغيرت خلال الشهور الأخيرة والعمل الأخير بالتأكيد بين روسيا والصين فيما يتعلق بالطاقة وأيضا التجارة حيث أثر ذلك على نفوذ الاقتصاد للولايات المتحدة وفي نفس الوقت عدد من البلدان أيضا وتأثير الدولار والمصالح المشتركة بشأن الدولار والديون التي تعد مشكلة اقتصادية لبعض البلدان من بين ذلك البلدان الكبرى مثل الصين وروسيا حيث حدث تدهر مع علاقات مع الولايات المتحدة وأيضا قمة العشرين التي أدانت غزو روسيا لأوكرانيا وفي نفس الوقت ما رأيناه من معظم المناقشات العالمية بين الاقتصادات الرائدة لأن نفهم مدى أهمية قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالاقتصاد العالمي ما تغير أن هناك تدهر في العلاقات وبالتالي الولايات المتحدة تحاول أن تحافظ على وضعها كقائد اقتصادي ولديها أيضا تطور تكنولوجيا عن باقي دول العالم ترجمة نانسي قنقر